إلى ملف نقاش لنهر اليوم إذن الإنتاج الصيدلاني يلبي 80% من الاحتياجات الوطنية نحو تحقيق الاكتفاية الذاتي وطنيا وزير الصناعة السيد علي عون يؤكد أن خفض فاتورة استراد الأدوية من 3 ملايير إلى مليار دولار يزعج الكثيرين داخليا وخارجيا ويؤكد أنه لا يوجد أي خلل في إنتاج الأنسلين محليا والحملات ضده لن توقف الإنتاج ونقاط أخرى نناقشها مع ضيفنا هنا في الستوديو السيد عبد الحكيم غوالم المحلل للاقتصاد أهلا شكرا على الاستضافة وبدور أعزي عائلة الضحايا والله لا أعلم أن تسمع خبرك هذا نعم يهتز له الإنسان نعم ربي يرحمه ونصبه ونصبه وإن الله وإن الله يراجعون وتمنى الشفاء لكل المصابين السيد غوالم الانتاج الصيدلاني يلبي 80% من احتياجات الوطنية نسبة معتبرة في وقت سابق كانت الجزائر تعاني من تبعية في إنتاج الدواء والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية ما هو تعليقك اليوم على هذه الأرقام؟ هذا المجال الصيدلاني وعبارة مجال من المجالات التي الجزائر أخذت تحديات فيهم ولدها هذه التحديات الشعب الجزائر يرىها على أرض الواقع نعم نحب أن نكره هناك أرقام تتكلم على كيف كنا من قبل وكيف أصبحنا الآن كيف كنا من قبل كنا التبعية وكانت تبعية مسطرة نعم هناك ناس مقصودة نعم لأننا كنا نعلم أن كل ما يشترى فيه أموال تأخذ من تحت الطاولة نعم أما الآن أصبحنا في شفافية أصبحنا في الرقمناة أصبحنا في في الإرادة لكي يكون معظم منتجاتنا جزائرية بالمئة خاصة في المجال الصيدراني ونعلم أن المجال الصيدراني هو مجال حساس نعم لأنه لما تقول ماري تقول ما عندكش حل واحد نعم أنت موجب على علاقتنا الأدوية مهما كانت منها مهما كانت منها هذا ليس فضراء ولا فواكه هو تقدر تتجاوز على دواء لازم تأخذ دواء نعم لأنه لما ندعي يقول الله يربي شافيه كل مرة نعم نعم نتمنى ذلك سيد غوالم تكلم الوزير بالأرقام أنه تم تخفيض استيارات الأدوية من 3 ملايير دولار أنت تعرف معنى 3 ملايير دولار إلى مليار دولار هذه النقطة تزعج الكثيرين داخليا وخارجيين الأكيد أنه يقصد أطراف ليس من مصلحة أن الجزائر تحقيق اتفاءها الذاتي في مجال الأدوية وتضمن ربما قائمة طويلة من الأدوية محلية هنا نعود أن نرجع الخطب الليدر ورئيس الجمهورية لما نتكلم على العصابة التي كانت قبل في السنة القادمة وشرحها وعطى شرح وعطى شرح شرح عام ولكن هنا نرى كل يوم كل وزير لما يتكلم على المجال أو نفهم وش كان هذا الرئيس الجمهورية هنا نعلم كما كنا نتحدث من قبل نعلم أن أكبر لوبيات في العالم واللوبي السلاح واللوبي الأدوية لوبي السلاح يختار عليك حروب لك يبيع سلاحه واللوبي الأدوية يريد هو يسيطر على العالم كله نسمع أن هناك علامات تجارية لبعض الأدوية عالميا هم متوغلين في كل المجتمعات وفي الجزائر عندهم مشكن يتباههم تكون في المستشفيات أو بعض الأعطباء أو بعض الصيدليات عنده يعني مصلحة شخصية تغلب على المصلحة العامة وهي مصلحة المريض ومصلحة المستشفى ومصلحة الوطن المستشفى وهذا ما نسمي خائن الوطن من الأخيرة إنسان الذي يرى مصلحته قبل مصلحة الوطن هو عبارة عن الرقم الذي ذكرته من ثلاث ملايير نحبط المليار نعم شكون هذا تسيب الأعطباء كان هناك أعطباء خوانة في الجزائر نعم بدنا العصابة القديمة لما يفرض على المارض التعوي يقولوا لازم نشري هذا الدواء ما تشريش المستشفى الجانيس الجانيس نعم علش لأنه هناك رأي يأخذ أموال من المؤسسة من الشركة الخارجية نعم وهنا 80% لأتكلم عليها بقية 20 مبيع هي خاصة بالأدوية تعالى السرطان لأن أدوية السرطان هي حساسة معقدة نوعا نحن حساسة نحب أن نكره حساسة ولكن الجزائر رأي بيصدد أنها تبدأ تحقق إن شاء الله نلحقه مياه وإن شاء الله نلحقه باش نولو نصدره كما صدرنا الأنسولين اللي حتى تشوف السعودية بسكو السعودية لا تشتري أي دواء وباش تستورط السعودية الدواء تاك رهي جوزت ورهي رهي جزء على المخبرتها تخضع لعدة تحاليل وغيرها تحاليل وسعودية هذه ماشي بلد ماشي نقول لك أنا بلد إفريقية إفريقية ماشي باش نقبله من إفريقية ولكن السعودي كي يقولوا السعودية عبارة عن أره بلد متقدام عندها بلد متقدام عندها مخابر عندهم تحاليل وميدخلوش أي دواء تب السعودية تستورط دواء تاك وانتهي في الجزائر تقولوا هذا الدواء ماشي صالح هنا نفهم المساج تحبوا يقدموا رئيس الجمهورية باش علاش رئيس الجمهورية حضر الشعب الجزائري أنه هناك حرب خافية تخض ضد كل أي شيء يخدم مصلحة الوطن في كل مجال مصلحة الاقتصاد الوطني في كل مجال هناك نقطة أخرى خلينا نركز عليها ربما بالنسبة لإنتاج الأنسولين في الجزائر هناك حرب ضد إنتاج الأنسولين في الجزائر هي نقطة مهمة لأنه تحقيق الأمن الدوائي في مجال الأنسولين محليا هي نقطة مهمة وتحسب للاقتصاد الجزائري والصناعة الدوائية في الجزائر أنا والله العظيم هذا شارف لي لما سمعت المراليفات أنه أصبحنا بدنا اكتفاء ذاتي في العلاش الخاصة أنه نشوف تمارض السكر والمارض منتشر كثير بعد السرطان مزمن ومنتشر يتصدى المرض أنا أسمع ببعض الناس كثير وإن هذا مرض السكر وإن شاء الله يربي بعده على كل مومن ويشافي كل مرضى الحق وين الناس باش يدي البلبلة باش يدي لك البلبلة في البلاد وإن لو يخبوا الأنسولين اللي كان يستورد وهنا الجزائر لما أصبحت تصنع وباش نحي هذه البلبلة وباش الزابون باش المريض الجزائري يصبح عنده دواء دواء جزائري ويصبح حاب يقول كيروح للصيدلية أكيد رح يلقى هذا الدواء لأنه الدواء من المستحيل تكون تكون في هذا الدواء وهذا هو اللي يخليك مربط الفرص طيب سيد غوانا من نقطة أخرى الجزائر تنتج حاليا 3500 دواء في وقت سابق لو نرجع بسنوات قليلة إلى الوراء كنا نقول أن الجزائر تصنع الدواء الفلاني والجزائر تصنع الدواء الفلاني هي كانت تقدر أن تصنع هذا الدواء لكن ربما لم تكن هناك إرادة سياسية من أجل توجيه دفة مصنعي الدواء في الجزائر والأخت بيدهم من أجل أنه يكتسحوا هذا المجال اليوم ماذا تغير بالنسبة لها أولا تغيرتها كما نقول الإرادة السياسية إرادة السياسية إن النهوض بالبالد إرادة السياسية أنك تنتج اكتفاء ذاتي في كل مجالات لو لما ننتقل مع المجال الصيدلاني وكما قلت المجال الصيدلاني هو مجال حساس كثير نقدر نستغنع بعض المجالات ولكن المجال الأدوية لا نقاش أنت يكون عندك الاكتفاء ذاتي بس كو لماذا يحب يدين عليك الحصار أو المبارغو يحب صلك الدواء رأي فئة كبيرة من شعبك سيموت ولكن يكون عندك الاكتفاء ذاتي هي قوة هي قوة هذا وش قال للرئيس الجمهورية نحن بلد ما نركعش وهنا لما أصبحت الجزائر دلنا الأمن الغذائي بس كو الأمن الغذائي نزيد الأمن في المجال الدواء الأمن اكتفاء ذاتي فيه من الأجل هنا يحب يقول الجزائر رأي تفرض ولا بلد ولا بلد أذكرها رئيس الجمهورية ولا بلد يقدر يسطر للجزائر ماذا تقول ولا ماذا تفعل وهذا الإنتاج الدواء هو عبارة عن خطوة كبيرة جدرتها الجزائر في هذا المجال ونحي أخذين قرار لأنه أصبحنا عدنا اكتفاء لحقنا الـ 80% ونشوفه لما الوزير بس كل وزير أنه مر على صيدان نعم يرفق ترجيب وبعدها سجنا في وقت لما أراد نشوفه وزير عون هو عبارة عن مكافح لما كان في صيدان وسجنا يرفق ترجيب لأنه هذا كل وقت كان يقول نحن قادرين أن ننتج الدواء ولكن لما كانت العصابة الطلاف ليس من مصلحة انتج الدواء طيب سيد غوانم خلينا نروح لشق الثاني من هذا النقاش تصريحات الوزير أيضا تحدث عن استيراد سيارات يعني كانت شغل شاغل كثير من الجزائريين في الأوين الأخيرة اليوم هذا السوق نحس أنه تنظم نوعا ما لأنه منح العلامات هو فيه شروط صارمة تتبع ربما لوكلة إن تتوفر فيهم شروط في المساحات التجارية وغيره اليوم هناك شروط وهناك مراقبة لسيقة بالنشاط السيارات في الجزائر ما هو تعليقك شوف لما نريد أن نتكلم على هذا المجال نعود نبدأ لـ 2012 2012 الجزائر خرجت سبعة ملاير دولار لشراء السيارات نعم سبعة ملاير دولار عباك رأي سبعة ملاير دولار رأي انتهكت خلاص للصندوق خلاص فرغاته حتياتي رأي فرغاته نعم وبعدها خرجنا الأضحك لنفخ العجالات نعم وهذه تتكلم عليها رئيس الجمهورية لما كان وزير أول وهذه كانت من الأسباب أنه مساء في 2017 وحيدة لأنه كانت عن الوزارة الأولى عن الوزارة الأولى نعم الناس اللي لازم تفهم رئيس الجمهورية علاش أحيدة من الوزارة الأولى هذه كانت من الأسباب لأنه كانت ضد هذا المشروع علاش هذو الناس اللي كانوا لما أعطيتهم كانوا مفروض يديروا يديروا نسبة الإدمات حتى العشرة بالمئة مادروا حتى واحد بالمئة ولو يجيبوا السيارة ينفقوها صافي ولي عدنا الهواء الهواء تحس بشحال سيفة سيفة خبزها نسبة إدماج نعم وشفنا اليوم نقدر نقوله أن القطاع وضع على السكة نعم هو نشوفه بالجزائر نعطيك مثلا لما أنت تدخل البيت وتسيبوه مخرب واش تدير لازم تخرج كل شيء ترتيب البيت ترتيب البيت ولكن يأخذ لك وقت نعم ما تحطش كل حاج هنا الجزائر وجده حبسة الاستيارات حبسنا صح الناس هادرتوا ولكن السيارات نقدروا نصبروا والآن رأنا نشوفه باللي رأنا نفرض عليهم نسبة إدماج بعشرة بالمئة بعد العام الثاني عشر بالمئة ثلاثية بالمئة وصولا إلى أربعين بالمئة إلى أربعين بالمئة وهنا ما حتى الأول برحة وزير الصناعة يصرح يقول لك رأهم صفاء الحديدية تأثيرتها تنتج شوارا هنا وشنو هنا المناولات شركة المناولات اللي رأي بدأت تأخذ تقول شركة نذكر لك شركة هذه الشركة هي صح شركة ولكن كل غيارتها مشيبتح مستوردة نعم من بعد تركيب تسمع بايزم يقول لك موتر جابوني موتر هذيك كل حاجة من جاية ولكن الآن هنا شركات المناولاتك يكون عندك وخاصة الحديد نحن نشوف بعض الشركات بلك لحظت نترك عندك سيارة لحظت في السيارة الآن تضربها كشوال كارتون علش لأن هذا الحديد غير مدعم يعني خفيف نعم علش رهو تروسيكلا نعم حديد يتكسر والحديد تكون من تروسيكلا رسكلا يفقد القيمة ولكن كنقول الجزائر الحديد و أهران حديد حديد نعم حديد حقيقي حديد حقيقي وهنا نشوف المرتبة تأسيارة والقيمة تأسيارة لما تكون بمواد أولية جزائرية خاصة الحديد نشوف المكانة تأسيارة الجزائرية خلينا ربما نكمل بعض النقاط الأخرى فاد نقاش ولكن بعد هذا الفاصل بكم مشاهدينا من جديد استكمالنا لبقية نقاشنا مع كسيد غوالم هناك نقطة أخرى تطرق إليها الوزير هي الشكاوي المرفوعة على منصة الشكاوي بالنسبة للزبائن هؤلاء الوكالة تقارب عشرين ألف شكوى تتعلق بأجل تسليم تتعلق ببعض الأمور ما هو تعليقك على هذه النقطة شوف هي صح نجمع نقول لك بعض الأحيان صح تكون الغلط من هذه المستوردين ولكن في بعض الأحيان نشوف كان عوامل خارجية نحن 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 الموردين عندهم شروطهم الموردين لا لو حتى طريقة النقل نشوف يخيش صار المشكلة على اليامان شعال من مرة كان السيلاء ما تلحق لأن الطريق راه يت بعضا كيهم الصين كي من ما سمعناش على الأخر وثان بعض الأحيان نصيبوها من العاملين بهذه الأخر بعض الأحيان تقول الإنسان يبقى إنسان في بعض الأحيان هناك عوامل خارجية تؤثر على سيروت نعم كان عامل خارجية كما شوفنا في الحرب غزة نشوف له بالليامن كان تضرب في البواخير صح ما ضربتش هذوك ولكن حتى البواخير هذه بعض الأحيان كان تغير طريقها كان تغير طريقها نعم وعيوضت بانك تضربك ربع أيام تضربك 15 يوم نعم وهذه سيؤثر وحتى وإن السعر سيؤثر على هذه هذه المشاكل يجبو ننتظرهم وشي هذو المشاكل يجعلونا نشوف نظرسية البلدنا نعم وصح بعض الأحيان نشوفه كائنين بعض الأحيان من المستوريدين وبعض الأحيان ظروف خارجية ولكن الحمد لله ذرك أنا والله العظيم أنا وفضل أنا واحد من الناس ما حبيش من بالدل أنا ننتظر حتى كي يولي السيارة تنتج في الجزاء نعم طيب هذه نقطة مهمة يعني تكلموا على أنه مصنع فيات بوهران ينتج ثلث سيارات في الساعة وسيتم شروع في صناعة سيارة دبلو قريبا انتج سيارات بالنسبة إدماج كبيرة هنا انطلاقا من مصنع وهران وبعدها هناك أمور تفتح يعني على غير البيع بالتقسيط وغيره نقدر نقول أنه ربما سوق سيارات في الجزائر سوف يتنظم خلال سنوات القليلة القادمة وسيارات تصبح شيء عادي يعني مقارنة بأهميتها لدى الجزائريين في الوقت الراحة هي صحية العجز اللي رأى وضركها بعد الغلق هذة أربع سنين أظن عدنا 6 ملايين سيارة حوالي مليونين نحن يكون هذا العجز وانت تبدأ تغتن في حاجة أكيد الخطوات الأولى تكون صعبة ولكن المهم أنك رأيك راح لهدف فطنق صحيح رأيك راح لهدف رأيك صبت هدف ورأيك راح لهدف أكيد هناك عراقير كأن الناس يتعرقل لازم كل جزائري يعرف بلي أن هناك ناس لا تريد باش الجزائري ترفع عرزها علاش لأن جزائري كانت تزفع أموال لبعض البلدان باش تتقديم من عندهم ولكن الإرادة السياسية الآن هي نحو تغيير هذه الدهنية دهنية الاستيراد نعم لما تنتج نتايا أول شي أنك تمتصل باطلها تكون عندك إرادة سياسية تاعك ولكن تمتصل باطلها كنت تمتصل باطل راح ترفع من قدرة الشرائية المواطن المنزل الذي يكون فيه واحد خدامي والذي فيه ثلاثة خدامين مثلا الأبو زجاء ابناء وهنا القدرة الشرائية ستنر على هذيك لازم نصبره صح الحمد لله هنا واحد من الناس في 2019 كنت نشوف الجزائر راح يدخل في حائط علاش كانت كل البلدان خاصة بعض الأعداء كانوا متربيسين بالجزائر وكانوا يراهنون على الجزائر تقسم إلى أربعة أو إلى خمس مناطق وكانوا رسموا بالجزائر كل بلد كوبرا تأخذ منطقة ولكن الحمد لله الرجال بفضل الله سبحانه بفضل الرجال الجزائر ما راحتش لهذاك الطريق اللي رسموه لها وراء نشوف وراء نشوف التحسن وكان نشوف الناس بالسيارات وين سيارة كانت تلقاها مئتين مليون كان الإنسان ما يحلمش بها لما شوف أنت يا هذاك اللي كان يتكلم يقول روح العام مكتبون يجيب لك السيارة بالأخر هاي السيارة تخلق مئتين مليون جديدة اللي كنت تتبعها قديمة تتبعها راه الجزائري خرقها خداية الفراج الأزمة يعني خلاص هي قضية وقت المهم وأن راك رايح المهم الهدف التاعك راك رايح له ولا مكش رايح له من قبل كانت المنحانة الاقتصادي الجزائري كانت نازلي متدبدب يعني طالح كانت نازلي كانت مجي ممتدبدب كانت نازلي علاج كنا نمتصل وشكة عدنا رأسك في الخزينة ومعنا الصعبة كنا كل عام مقتانيها موضة مستولاد ما كناش قاع ندخله كنا نخرجه ولكن الآن أصبحنا من 440 مليار دلنا أكبر ميزانية هذا العام والخزينة رافية 80 مليار دولار هناك عرقام تتكلم عن نفسها طيب سيد غوانب آخر نقطة سوق الإنتاج الصيدلاني في الجزائر بصفة عامة وسوق السيارات هل نتوقع أن الجزائر في خلال السنوات القليلة القادمة تتحكم في هذه الأسواق وتصبح عندها اكتفاء ولو متوسط ما نقدرش نقوله أنه اكتفاء مئة بالمئة ولكن يكون متوسط يعني يلبي الاحتياجات الغالبة لدى الجزائريين ما هو مصير هذه القطاعات صح القول شوف لو نتكلم 80% في ثلاث سنوات رأي رقم هائل أنا أعطيك شح درنا بالك كنا وقيا 30% رأينا 80% درنا 50% في سنة أو لماذا سنة عشر وعدها سنة عشر ملاقة يعني بالنسبة أنا قد زاء الناس لا يستوعب هذا الرقم 80% أنا واحد من الناس بسكو شوية والله العظيم رأني متفائل وإن شاء الله بلك منه على عامين ثلاثان وإنصدروا لماذا حتى الشركة المستثمرين الأجانب يعلمون جيدا أن ما وراء الجزائر هناك سوق أفريقية نعم لماذا المستثمر لا يستثمر عندك لديه سوق يديرها وش كين بعد الجزائر المدى البعيد وش كين بعد الجزائر أنت تشوفوا الطريق العابر للصحراء اللي أنزلت الجزائر على هذا الطريق هو عبارة عن فتح أسواق نعم لماذا أنت ينسب المناطق الحرة اللي دلت هالجزائر مع تونس وموريطانيا وليبيا هذك لماذا لا تكون فائدة رائب حبي يقول المنتوج الجزائري اللي يستثمر عنده إعفاءات يعرف أن المنتوج راه منافس وعنده أنت باش تدير استثمار أول شي تدرسه هل عندك سوق تبيع في المنتوج مستقبل السوق أين تسوق المنتوج نعم هذا هو طير بالنسبة السوق سيارته ما هي الملامح الكبرى ملامح الكبرى هي أنا بلك نطيلك رهان تاعي أنا كيف نشوفها أربع سنين كافية باش نرجع نصدر سيارة بلد مصدر سيارة نأمل ذلك سيد عبد الحكيم غوالم شكرا لك على كل ما قدمت خلال هذا النقاش مشاهدينا لبس أن نذكر بالهام الظاهر أسفل الشاشة ده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شكرا لكم